مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها كالعادة بالعناوين الصحوانت يتحدث عن عدن جماعات مسلحة تحرق الكتب وتحول المتاحفة إلى دكاكين وفي عدن الغد طالب يمني هارب من المدرسة وأصبح عالما في أمراض الدماغ وفي الغارديان البريطانية مصر تعثر على أسود محنطة منذ مئات السنين في تقرير لموقع الصحوانت تحدثت فيه عن الثقافة في عدن وكيف كانت قبلة للمثقفين من أنحاء البلاد وقال الموقع كانت عدن الخمسينيات والستينيات مشهدا أدبيا وفنيا عاليا الفرادة أنجب أسماء لامعة في فضاءات الأدب وعرد الموقع عددا من تلك الأسماء التي ارتبطت بذاكرة اليمنيين منهم محمد عبد غانم ولطفي جعفر أمان ومحمد سعيد جرادة وعبد الله فاضل فارع وعبد الله عبد الوهاب نعمان وعبد الرحيم الهدل كما أنجبت المدينة في المجال الفني أصواتا في غاية الجمال والعذوب حتى قيل إن مشايخ الغناء اليمني ومشاهره ولدت مواهبهم في عدن إضافة إلى ذلك كانت عدن مدينة الأندية الثقافية والمكتبات العامة الثابتة والمتحركة هذه الصورة المشرقة الثقافيا لهذه المدينة الساحرة تكاد تكون اليوم ذكرى جميلة وشجنا مستعادا خاصة إذا ما علمنا أن ثم تميسع اليوم لتشويه السمعة الثقافية لعذا من خلال تبني جماعات مسلحة تسعى إلى حرق الكتب وتدمير المكتبات وتحويل المتاحف إلى دكاكينة ومخازن ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن آيات العبث امتدت إلى مراكز البحوث والدراسات فأحرقت ودمرت ونهبت مقتنياتها الفريدة من كتب وبحوث ودوريات نادرة وكل ذلك والجهات ذات العلاقة تنظر إلى الأمر وكأنه لا يعنيها ميليشيا الحوثي قالت إنها خصصت أرقام هاتفية لتلقي شكاوى المواطنين حول قضايا فساد حدثت لهم من الجهات الحكومية الواقعة تحت سيطرتهم بصنعة باعتبارها خطوة أولى لمكافحة الفساد وعنونا موقع المشاهد نت الحوثيون يكافحون الفساد بأرقام تليفونية لا يرد عليها أحد الجماعة التي تمارس النهب كل لحظة والقتل لا يتوقف والمعتقالات والمقابر سمة عهدها دشنت إدارة خدمات الجمهور ووحدة الشكاوى فيها حيث عممت أرقاما على مواقع التواصل الاجتماعي وعرسلت رسائل نصية إلى هواتف المواطنين فشلت هذه الخطوة منذ الوهلة الأولى إذ اتصل الكثير من المواطنين عبر تلك الأرقام لكي يوصلوا شكواهم عن حالات الفساد والتعصفات والرشاوة والابتزاز وتحصيل إتوات لصالح الميليشيا حيث لم ترد على مكالماتهم الواردة صاحب محل بهارات بصنعة حاول الاتصال عدة مرات للإبلاغ عن تعرضه للابتزاز والتهديد المتواصل غير أنه لم يجب أحد على مكالماته أفاد أنه لا جدوى من مكافحة الفساد وما يحدث ما هو إلا عملية تخدير للمواطنين ولعب بعقولهم وعواطفهم مواطن آخر قال إن الحوثيين لن يحاربوا أنفسهم هم يعتبرون الحرب القائمة في البلاد فرصة لفيد وتكوين اقتصادات خاصة بهم على حساب الشعب اليمني الذي اكتوى بسعير نارهم الكابتن هانس والإرهاب تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الملك المقرم مكاله المنشور في موقع الصحوانت مضيفاً الكابتن هانس هو القائد العسكري البريطاني في احتلال مدينة عدن في يناير 1839 كان لعاب الاستعمار البريطاني يسيل طمعاً في احتلال عدن فاستغل الإنجليز جنوح سفينة هندية على ساحل أبيان قريباً من عدن متهمين الأهالي بنهب البضاعة التي على السفينة ليوجهوا حملة عسكرية لاحتلال المدينة مبررات اتخاذ القرارات الهمجية للاستعمار رغم تتالي القرون لم تتغير وما تزال القوى الاستعمارية تغلف قبح صناعيها وفضيع جرائمها بجميل الثياب أو بالتباكي الزائف ودموع التماسيح التي تذرفها على الأمن والسلام وحقوق الإنسان غير أنها أحياناً لا تصعفها الحيلة في بعض المواقف الفضيعة فلا تبالي حينئذ من الظهور بوجعها الحقيقي البشع واضح أن الرئيس الأمريكي الحالي خير من يمثل هذه الصورة البشع ومعروفة هي المواقف الأمريكية للإدارات الأمريكية المتعاقبة المدافعة عن الصدف الصهيوني والمبررة لجرائمه باستمرار مهما كانت بشاعة وهمجية تلك الجرائم التي ترتكب في فلسطين عودة للعقلية الاستعمارية القديمة فقد كان يمكن للكابتن هانس أن يقوم بجريمة احتلال عدن دون التذرع بما زعم الانتصار لمدعه من نهب البضاعة التي على السفينة ولكنها المبررات التي يقدمونها للعالم وأحراره كطاقية إخفاء ماكر لفعلتهم الإدارة الأمريكية اليوم أطلقت عنواناً استعمارياً جديداً هو الإرهاب من خلاله تمارس تصفية حساباتها هنا أو هناك وتقوم تحت راية الإرهاب بابتزاز هذه الحكومة أو تلك بات العالم اليمني هلال أحمد لشول والذي يعمل حالياً مدير مختبر الأبحاث الجزئية لانحلال الأعصاب في المعاد التقني الفيدرالي العالي بسويسرا من أهم أطباء الدماغ في العالم وفق ما جاء في موقع عدن الغد والذي عنوان في متابعاته تعرف على طالب يمني هارب من المدرسة وأصبح عالماً في أمراض الدماغ وقال الموقع أن الأشول والذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً بدأ مشواره التعليمي من مدرسة الفاروق بتاعز قبل أن يغادرها في سن الخامسة عشر صوب الولايات المتحدة ويحقق مكانة علمية وشورة واسعة في زمن قياسي غادر الدكتور الأشول مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة تعز في سن الخامسة عشر للالتحاق بجامعة نيويورك وحصل على الفكالاريوس مع مرتبة الشرف وأنال سنة 1999 شهادة الدكتوراه في الكيميا الحيوية من جامعة تكساس وأهله هذا التفوق العلمي القياسي للعمل بداية من سنة 2000 بمركز الأبحاث الطبية بنيويورك ضمن برنامج يعنى بالبحث عن أدوية لعلاج أمراض الشيخوخة وبعد فترة غير طويلة انتقل إلى جامعة هارفرد حيث عامل باحثا في مجال علم الأعصاب كما عامل بمرتبة زميل باحث في معهد بيكوار للأبحاث الطبية في لونغ آيلاند نيويورك وفي عام 2001 انتقل إلى الكلية الطبية في جامعة هارفرد ومستشفى بيرغام كزميل باحث في مركز الأمراض العصبية حيث تمت ترقيته لحقا إلى مرتبة محاضر في علم الأعصاب وفي عام 2005 التحق الدكتور هلالة لشول بالمعهد التقني الفيدرالي العالي بسوسرة حيث يدير منذ ذلك التاريخ مختبرا لأبحاث الأعصاب اليمن في ظل سلطة الطوائف تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها المنشور في العربي الجديد وجاء في أجزاء منه في مقابل حضور الهويات المناطقية العزالية في طول الجغرافية اليمنية تحضر الهويات الطائفية على اختلاف أدلوجياتها في تقاليدها الدينية كما بعثت القومية اليمنية في سياق عصبوي كهوية منافسة للهويات الأخرى فيما تصدرت الهوية الطائفية المجال الاجتماعي والسياسي في اليمن حتى صبغت الصراع بصبغته حرص جماعة الحوثي على تثبيت سلطة الطائفة في المجتمعات التي تحكمها جعلها تتخذ إجراءات أكثر جذرية وذلك بهدف تهيئة المجتمع لتقبل تقاليدها الدينية وممارستها أو على الأقل خلخلة ممانعة المجتمعات المحلية حيال تقوصها لذا سعت بكل الوسائل لتطيف المجتمعات المحلية في المناطق الخاضعة لها فمن جهة غيرت المناهج الدراسية الحكومية بحيث جعلتها مشربة بتقاليدها الطائفية وتقديس رموزها الدينية بما في ذلك فرض الجماعة أسيادا متغلبين على المواطنين ومن جهة أخرى نقلت المناسبات الدينية التقليدية من حيزها الاجتماع البسيط إلى حيز سياسي وإن اكتسى بمظاهر الدينية طائفية متطرفة في صنعاء العاصمة التاريخية لليمنيين اختفت الأعلام اليمنية من أجهات المرافق الحكومية والمحلات وحلت الأعلام الخضراء مكانها على مطائفة إذ فرضتها جماعة الحوث على المؤسسات والمنازل والأحياء واجهات المحلات التجارية وذلك لاحتفالها بمولد النبي حيث مولت حملتها الإعلامية من أموال المواطنين الفقراء المغلوبين على أمرهم إلا أن تلك الخضرة القاهرة التي تستبغ بها صنعاء والتي لا تسر الناظرين لا تعني أن سلطة الطائفة قد تغلبت على المواطنين وأذلت علم بلادهم ورمز وحدتهم السياسية والوطنية وإنما تجليا لمظاهر الانحلال السياسي الذي يعيشه اليمن في ظل حكم سلطة ممالك الطوائف والهويات الانعزالية رغم الحرب يصل عشرات الآلاف من المهاجرين من شرق إفريقيا إلى اليمن أملا في الوصول إلى السعودية والحصول على عمل فيها موقع ألماني رصد محطات الانتراق والوصول في رحلة الموت وعنوان موقع الديدابليو من القرن الإفريقي إلى اليمن طريق الهيرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كيلو متر بين اليمن واجبوتي لهذا السبب تعد جبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن يقول الموقع أن الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نموا في العالم عبور المحيط يتم على قوارب متهالكة يترتب على المهاجرين عبور المحيط وغالبا ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جدا ما يعرض حياتهم للخطر ما إن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء ويمارس هؤلاء المهربون أبشع طرق التعذيب على المهاجرين وفقا للموقع المالألماني يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق صراحهم والسلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية الموقع يتحدث عن حالة نادرة من الرأفة لدى المهربين في اليمن حيث أن فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جبوت برفقة طفلهما وجود الطفلين أو وجود الطفل معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما تعرضت عدة قرى جنوب محافظة الحديدة الساحلية إلى هجوم من قبل ميليشي الحوثي بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقل نصيها وعنونت صحيفة الشرق الأوسط الميليشيات تواصل مهاجمة قرى الحديدة الجنوبية وتدفع بتعزيزات من إب إلى الضالع وقالت الصحيفة إن الهجمات تأتي استمرارا للتصعيد العسكري في المحافظة من خلال استهداف مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والقرى المأهولة بالسكان بالتزامن مع قيم الميليشيات بحاملة مدهمات واختطافات لعدد من المواطنين بينهم أطفال غرب مديرية قاطبة شمال الضالع والدفع بتعزيزات عسكرية جديدة من محافظة إب إلى الضالع أيضا وأفادت مصادر عسكرية للشرق الأوسط بإحباط قوات الجيش والمقاومة الشعبية لهجوم واسع شنته ميليشيات الإنقلاب على مواقع الجيش في جبهة الفاخر غرب الضالع وأكدت المصادر أن ميليشي الإنقلاب دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من لواء الحمزة في منطقة ميتم بمديرية السابرة شرق إب العدالة الانتقالية والتباساتها تحت هذا العنوان كتب المهدي مبروك مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد قائلا خلال ما يناهز نصف قرن عرف العالم نحو مئة تجربة للعدالة الانتقالية استوفت أكثر من ثلثي تلك التجارب شروط العدالة الانتقالية وملامحها الكبرى التحديات الكبرى التي تواجه تجارب الانتقال على اختلافها وتنوعها هي سبل جعل ذاكرة الضحايا ذاكرة جماعية وإمكانية تحقيق مصالحات حقيقية تطوي صفحة الماضي في كل تلك التجارب ظل مطلب التذكر ضاغطا كحد أدنى من العرفان تجاه الضحايا ولكن النسيان الحميد ظل أيضا لا يقل نبلا عن التذكر خشية أن يلتهم الماضي المخيف حاضرة تلك المجتمعات ولكن هل بالإمكان فعلا أن ندرك النسيان المطلق؟ لقد رأينا أخيرا أن إسبانيا وهي التي سنت منذ الثمانينات قانون النسيان تطالب بإجراءات أكثر إكراما للضحايا على خلاف ذلك عمدت تجارب أخرى على إقامة متاحفة ونصوبة وتماثيل حتى يظل الماضي حاضرا عبرة وعرفانا في مجتمعات عربية سيبدو الأمر أكثر التباسا خصوصا في ظل ثقافة لا تتيح بما يكفي إبداء مشاعر العرفان بالجميل للضحايا من جهة فيض الذاكرة وتورمها لتصبح سردابا لا نهاية له من الذكريات الكريهة التي لا تستحضر من الماضي سوى آلامه وأحزانه آنذاك نكون أمام ما خاطر قد يبتلع فيها الحاضر ويزرع في رحمها ماضي لا يجتمع سوى على قاعدة الصراع وهو مشتة ومفرق لا توجب عدالة انتقالية مثالية على المجتمعات أن تهتدي بها ولكن ثم تتجارب استطاعت أن تقيم ترتيبات ناجعة في طبيعة العلاقة المثلى بين ماضيها وحاضرها بين تذكرها ونسيانها بين محاسبتها وغفرانها سيظل سؤال العدالة الانتقالية مطروحا بحدة في مجتمعتنا العربية خصوصا وهي قادمة لا محالة على وضح حد لحالات الاستبداد العديدة في السنوات المقبلة وقد يكون من اليسير التخلص من الاستبداد ولكن ربما سيكون من الأصعب تجاوز مخلفاته وبناء مستقبل جدير بأن يحيى على أنقاضه الصندايت لغلاف نشرت تقريرا بعنوان قطع الانترنت في إيران ماذا يحدث ولماذا تفعل الحكومة ذلك؟ يقول التقرير أن خدمة الانترنت في إيران أصبحت شبهة مقطوعة بشكل كلي منذ الخامس عشر من الشهر الجري عندما بدأت الانتفاضة بالإعلان عن زيادة أسعار البنزين بنحو خمسين في المئة وامتدت المظاهرات سريعا في مختلف المدن الإيرانية ثم أخذت منحا سياسيا ويضيف إيران ليست الدولة الأولى التي تستخدم قطع الانترنت كوسيلة لمواجهة انطفاضة شعبية فالعراق على سبيل المثال قيد إلى حد كبير قدرة المواطنين على الدخول إلى شبكة الانترنت ورغم ذلك يبقى حجم الخدمة الذي تمارس إيران غير مسبوق على مستوى ضخامة حجمه وعمقه وينقل التقرير الذي ترجمته البي بي سي عن أمين سبتي الباحث في شؤون الأمن الإلكتروني قوله إنه لم يحدث حجم للخدمة بهذا الحجم وعلى هذا النطاق الواسع ولهذه الفترة الطويلة في دولة كبيرة مثل إيران في السابق ويضيف إن إيران تحاول إقناع المواطنين باستخدام التطبيقات المحلية لكنهم يصرون على استخدام التطبيقات الأجنبية مثل واتساب بل ويستخدمون تطبيق ويز لتحديد مواقع التجمعات والمظاهرات الجاردان البريطانية نشرت تقرير حول اكتشاف أثري مهم في مصر وعنونة الصحيفة أسود محنطة ضمن اكتشاف أثري نادر في مصر تقول الصحيفة إن الاكتشاف الأثرية في منطقة سقارة والذي عرضته مصر ويتضمن موميوات وتمثيل لحيوانات مختلفة مثل الأسود والقطط والتمسيح وأفاع الكوبرى يلقي الضوء على استخدام الحيوانات لأغراض العبادة في مصر القديمة المختصون في علم المصريات حول العالم يشعرون بالإثارة خاصة بسبب الكشف الذي يتضمن عشرات القطط المحنطة ونحو 75 تمثالا خشبيا وبرونزيا لقطط وأنواع مختلفة من الطيور إضافة إلى مومياء لخنفساء سوداء عملاقة يبلغ حجمها أربعة أضعاف الحجم المعتاد ويشير إلى أن موميوات القطط عفر عليها قرب موقع العثور على مومياء أسد بالغ عام 2004 وهو ما يوفر المزيد من المعلومات حول استخدام المصري للقدماء الحيوانات في أغراض العبادة حيث أنهم كانوا يعتقدون بأن هذه الحيوانات المحنطة آلهة يجب عبادتها أو يمكن أن يتم تقديمها كقربين للآلهة بعد الموت نفس تحرري في الثورات تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن الراشد مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا عند التأمل في الأحداث الكبيرة الثلاثة في المنطقة إيران والعراق ولبنان نجد أنها أكثر من محاولة الانعتاق من أنظمة فاشلة وأوضاع اقتصادية بائسة إضافة إلى الوقوف ضد الفشل والفساد هذه ثورة ذات دعوات تغيير اجتماعي أكبر من الرغيف والوظيفة ضد التطرف الديني ومع الانفتاح الاجتماعي فيها روح لبرالية تنسجم مع متغيرات العصر في المنطقة الصور والأصوات واليافطات في كل الدول الثلاث تهاجم الوضع المحافظ القائم لأنه مركب للسياسيين وحكم كيانات الدولة والنتيجة أن كل هذه الأنظمة الثلاثة نجحت في الهيمنة الدينية وفشلت في تقديم حلول اقتصادية للبلاد ومعيشية للناس وحرمت الشباب من حرياتهم وحياتهم الطبيعية وحقهم في رسم حاضرهم ومستقبلهم هل الذين يتظاهرون في بيروت يعرفون أحجام القوى على الأرض؟ هل يخشى حملة التناجر من حملة البنادق؟ ربما لا أو لا يبالون في مقابل التصريح برغبتهم في التغيير ونلاحظ أنه من الفطنة أنهم لا ينزلقون مع ثعالب القوى المهيمنة وفي إيران ساروا بعيداً رفض المتظاهرون وصاية آية الله أي أقصى حدود التمرد في المجتمع الإيراني الذي رضع كل الشباب تقديسه من قبل النظام في سبيل ضمان الحكم بعد إسقاط الشاه هذه ليست تماماً لبرالية ديمقراطية غربية لكن فيها توق كبير للخلاص لإسقاط المؤسسة الدينية الجاثمة على صدور 90 مليون إنسان 40 سنة النموذج الديني فشل في إيران والعراق حتى لبنان إيران كانت غنية ومشعة وقائدة في المنطقة تحت إدارة الشاه ثم انتهت في أعظم تراجيديا بالمنطقة بسبب حكم رجال الدين الذين أصروا على الاستيلاء على الحكم لا الجلوس ناصحين وواعظين لرجال الحكم ولم تكفيهم زراعة المأساة في إيران بل تمددوا عبر الحدود والدين إلى الجارة العراق اعتاد الناس على ألوان معينة في منازلهم ولكن ماذا يحدث عندما تكون المنازل ذات ألوان الزاهية؟ نتابع ذلك من خلال عدد من صور القارديا في جولتنا المصورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن مقص الرقيب ومن أعين السلطات الدكتاتورية ذهبوا إلى الألوان والريشة ورسموا آراءهم ومواقفهم وأصبح ذلك يعرف بالكاريكاتير هذه مجموعة مما نشرته الصحف اليوم من تلك الرسومات ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الرسوم نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء